نضمت محافظة القاهرة دورة رياضية لكرة القدم بين شباب من قاطين مناطق الأمنة وذلك بالملاعب المفتوحة في مدينة الأسمرات 3 هذا واتضمن الدورة لعبين تتراوح عمرهم من 12 عاما حتى العشرين عاما لكرة القدم تزرع بذور الأخوة والروح الرياضية بين الشباب نضمتها محافظة القاهرة بين قاطين مساكن الآمنة بالملاعب المفتوحة بمدينة الأسمرات 3 طبعاً احنا بنتابع دايماً ونمي مهارات أبنائنا في هذه المناطق في جميع الأنشطة ومنها النشاط الرياضي اللي احنا متوجدين فيه النهاردة فكان طبعاً لازم نحن يبقى فيه تواصل بين أيضاً أبناء هذه المشروعات بحيث يتعرفها على بعضه وفيه تواصل وفيه منافسة وده اللي كنا حرسين عليه النهاردة لأن المنافسة الحقيقة دايماً بتخلق الطموح والنهاردة نشوفنا أبنائنا من الشباب والإرادة القوية وإنهم فعلاً يعني يحققوا حاجة وإحنا سعداء جداً لأن نشوفنا الفرحة موجودة فيهم احنا شايفين دلوقتي مقتمع عراقي احنا كنا هنا في وسط ولاد مصر الجديدة ومصر الجمهورية الجديدة بتبني من هنا دلوقتي من ولادنا دي دي اللبنات اللي إن شاء الله تبني مصر اللي احنا بنأملها بنفكر فيها بنقطط لها غير لما كانوا جمال في مناطقهم الأديمة اللي كانت بيستخطبوا منها الأطفال والشباب عشان يضمروا بلدهم لا هنا احنا بنطلع اللبنات وبناء المجتمع الجديد من اللي احنا بنعمله النهاردة الدورة تتضمن الأعمار من سن 12 عاماً حتى العشرين وبدأت في أول إجازة نصف العام وانتهت بتكريم الفائزين في المراكز الأولى بين أندية مدن الأصمرات والمحروصة ومعن كوريسينا النهاردة على النهائي ما بين فريق الأصمرات وما بين فريق معن وإحنا بنشكرهم جميعاً على حسن الأداء إحنا ما كناش نتوقع أن المنظر هيبقى بالجمال ده النهاردة زي ما حضرتك شايف أبناء الأصمرات حتى بيحتفلوا بالكل اللي جايين من بره بيحتفلوا بيهم بمنظرهم الجميل وتشرتاتهم الجميلة والمنظر المبدع والمدربين اللي شغالين تدريبات سواء نكون غفو سواء تايكونزو سواء بوكس كل الأعاب تمارس النهاردة الحمد لله رب العالمين احتفالاً بأبناء المناطق الخمسة هو طبعاً يعني دي حاجة تشرف جداً حاجة ممتازة لأن احنا في مناطق كنا في مناطق وجينا في مناطق كويسة جداً بقى في ملاعب بقى في اهتمام فابتدينا نهتم بالأولاد بتوعنا كمان أصبح النهاردة عندنا قوام نلعب منافسات يعني مش مجرد دورة لا ده احنا ممكن نلعب منافسات وعندنا لعبة على مستوى عالي جداً كابتن جمال عندنا كابتن جمال اشتغل معنا وعمل وغصلنا للنهائي الحمد لله وحاجة يعني فرحانين بها اللي احنا وصلنا للنهائي ونلعب نهائي وسيادة المحافظ جاي تفرج علينا الحمد لله يعني تأتي هذه الدورة ضمن خطة الدولة للاهتمام بقاتني المدن الجديدة التي أقامتها بديلاً للمناطق غير الآمنة مثل الأصمرات وأهلنا وروضة السيدة والمحروسة كريم بيبرس التلفزيون المصري